الاهلي النهاردة ما كانش حل فنية وده اللي اعترف بيه سوارش النهاردة في المؤتمر الصحفي ريكاردو سوارش المدير الفني ليه النادي الاهلي اعترف ان الاداء ما كانش قد كده اعترف ان الاداء النهاردة ما كانش حل وده كلام ريكاردو سوارش في المؤتمر الصحفي قال ان احنا مش مشكلة نخسر وارد ان احنا نخسر وارد ان احنا نخسر بس ما نخسرش بالشكل ده الأداء ما كانش كويس الأداء ما كانش كويس وقال إنه شخصية الأهلي ما ظهرتش بشكل كبير قدام بيراميدز وأكد إنه لسه الأمل قائم طبعا فيه الفوز بالدورة طبعا طبعا بمئنه الأهلي فطبيعي لآخر مباراة لازم الأمل يبقى قائم بالنسبة له هم نتكلم مع مدير فني جديد علينا في الكرة المصرية هيعرفوه بعد كده إنه الأهلي لو فارق 20 نقطة يبقى لسه عنده أمل يعني ده الأهلي عموما هو اعترف إن بيراميدز النهاردة كان أفضل كان أسرع كان أكثر خطورة واستحق الفوز بجدارة ده كلام مين؟ سوارش ده كلام إيه؟ محترم قال إن الأهلي كان عنده فرستين فيه الشوت الأول لحسام حسن وصلاح محسن وقال إنه الفترة اللي جاية هنحاول هنحاول نتحسن إنه يبقى الأداء أفضل قال إنه التحليل اللي عملنا للفريق الفترة اللي فاتت بيقول إنه فيه صعوبة في الفوز بالدورة وتحقيق الأرقاب لكن لكن أكد برضو إنه بيوعد الجماهير إنه هيشتغل بجدية هو اللاعبين عشان يبسطهم في النهائة خد بلغك بس من الكلام عشان التصريحة ده أنا عارف إنه هيصير الجدل يعني إيه ما نكسبش الدورة ده السنحة الجميلة قال يعني إيه ما نكسبش الكاس يعني إيه ما ناخدش بطرات ويعني إيه التحليل بيقول إنه إحنا مش هنقدر نكسب الرجل ده في التدريبات بيشتغل بشكل علمي أوي يعني إيه بشكل علمي أوي أقول لك كل تمرينة فيه إحصائيات لللعبين كل تمرينة تمرينة مش مباراة تمرينة شوف اللعب ده جاري كم المسافة اللي جريها قد إيه باصة كم كورة عمل كم تاكلينج كان بيشترك في كم كورة دفاعية وبيشترك في كم كورة هجوميا بيعمل إحصائيات لكل اللعب في التدريب وبيبعت لللعبين وبيحاسب اللعبين على كل تمرينة هو يبدو من قريته من اللي بيحصل في التمرين مش مرتاح من جاهزية اللعبين بدنيا وفنيا فيبدو كده إنه عايز ياخد وقته للشغل وده اللي قاله في المؤتمر الصحفي النهاردة قال إحنا محتاجين وقت وبعد كده الجمهين هتشوف نتاج ده طيب هل أنا مثلا بدافع عن ريكاردو السوارش شايفه مدرب عظيم؟ لا شايفه مدرب سايق؟ لا شايفه مدرب نص نص؟ لا بعرفش لسه يعني أنا أعرف ولا حداك تعرف ده لسه لعب تلت أربع مباريات هتقول لي ما أنت مباراة في يوتشر قلت إنه مدرب عظيم قلت لك لأ ما قلتش إنه مدرب عظيم قلت إنه فيه أمارات فيه نفحات فيه حاجة بيعملها الضغط العالي التمرير القصير البناء اللعب بشكل كويس فيه أمارات الأمارات دي ممكن تكمل وتبقى استمرارية ونقول ساعتها إنه مدرب كبير وممكن ما تكملش ونقول ساعتها إنه مدرب عنده قسور الحكم على أي مدرب ما ينفعش يبقى مباراة حلو مباراة وحش مباراة حلو مباراة وحش وبالمناسبة الكرة في مصر أشعر لكم تبقوا فاهمين وعارفين وإنتوا شايفين إنه حرفياً مش كلام استهلاكي إن المستوى بقى متقارب جداً بين كل اللعبين والفرقة ما بقاش فيه مباراة مضمونة مش هتلاقي الأهلي بمستوى ثابت في كل المباراة دي أزمة لعبين إنه اللعب نفسه فردياً ما بيبقاش ثابت المستوى في كل المباراة ما فيش نمط ثابت في كل المباراة نفس الأمر في الزمالك نفس الأمر في برامز نفس الأمر في الإسماعيل بصوا على كل الفرق كل الفرق هتلاقيهم بيمشوا على سطر ويسيبوا سطر سطر ويسيبوا سطر يعني الأهلي والزمالك وبرامز شوية اللي بيعدوا 3-4 سطور ويسقطوا سطر بحكم الجماهرية والتاريخ والطموح وخلافه والإمكانيات طبع mute الباقي كله هتلاقي كله بيمشي على سطر ويسيب سطر فالحكمة على المدربين تحديداً اللي بيجوا يشتغلوا بشكل علمي المدربين الأجانب اللي لسه بيستكشفوا الأمور خد بالك أنه راجل ده لسه حد لوقتي ما يعرفش إمكانيات كل اللاعبين اللي في الأهلي ما يعرفش الماكسيموم تعمل مستوى ما عمل إزاي ما يعرفش هم ممكن ينزلوا يا مثلاً مثلاً يعني هو عنده أفشة لقى في ماتش فيوتشر عشرة من عشرة هو يبقى متوقع أو متصور إنه اللاعب اللي بيوصل لعشرة من عشرة ده لو قال لي مستوى في المبارد اللي بعدها ممكن يبقى تمانية أو سوعة من عشرة ما يعرفش إنه اللاعب عندنا مش بكلم على ما يعرفش أي لعب لما اللاعب بيهبط مستوى من المبارد الأخرى ممكن يوصل لثلاثة أو أربعة يعني مش موجود خالص فهذا اللي بيحصل ده بقى واقع لسه هيستكشفه وهيتعامل معاه هيتعامل معاه هيعرف يتعامل ولا الله أعلم ساعتها نبقى نقول مدارب كويس ولا لأ بس دلوقتي هي الحكاية مش بسرعة مش خطف كده ده بالنسبة لمباراة الأهلي والبيرامدز اللي لقيت لكم تاكيز جنياز النهاردة عمل مباراة اكتكاية محترمة جدا وقدر يعمل مع الأهلي اللي الأهلي عملوا في فيوتشر ضغط كبير جدا ضغط كبير جدا على مفاتيح لعب الأهلي ما خلاش الأهلي يعرف يبني لعب ويبصي بصات قصيرة عشان يقدر يوصل لجوم بشكل كويس أفل 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 وقدر يعمل هجمات سريعة يحقق بيها الفوز وقال النهاردة هو بعد المباراة أن احنا دلوقتي نقدر نقول أن احنا عندنا فرصة مؤكدة للفوز بالدوري الممتاز وقال كمان بالمناسبة اقتصارا يعني قال له أنا شايف أن من الأفضل نحن نلعب بحكام أجانب نلعب بحكام أجانب مش هو بيني وبينكم الحاكم النهاردة كان كويس هاي يبقى معنا بعد شوقات كابتين جادوا يقول لنا عمل إيه والحكام الأجانب اللي بيعدوا عنينا معظمهم كويسين وبالمناسبة لابد أن نحيي لجنة الحكام في الاتحاد المصر يقرأ القدم على الاتحاد الكورة أو اللي بيختار يعني نوعه بيجيب حكام محترمين وكويسين أجانب وممكن برضو يجيب لك حكام سيء فيقول لك ساعتا شوفت بقى حكامنا أحسن منهم بكتير إزاي فتحيي ليهم مع كل الانتقاضات اللي بننتقدها لازم نحيي على الحاجة الإيجابية بس خلونا نكمل خلونا نكمل على خير وتبقى الأمور هادي خدوا بالكو المنافسة فعلا تشتعل بس خلو المنافسة تشتعل واحنا نستمتع ننبسط نفرح أنه فيه منافسة خدوا بالكو لو الأهلي حاسم الدوري من بدري لو زمالك حاسم الدوري من بدري خلاص دوري هيبقى مملة جدا كل مباركة هيبقى مملة جدا بس الأرب في النقاط ده مخلي الموضوع ممتع ومسير جدا ممتع ومسير جدا